أصل صناع الدكتاتور وفي أمريكا ما يخصش الأمريكين بس؟ لا يعني أن ما نقول لن يمضي ذلك في أمريكا لن يمضي ذلك هو يريد ذلك وهو معجب في داخله بهذه النماذج وهو ببساطة يعني هو مهيئ لكده؟ هو مهيئ نفسيا لكده وهيئت نتائج الانتخابات قدرا من ذلك لكنه لا يستطيع لأن الكوابح كبيرة في أمريكا لاحظ كمان أنه هو داخل بيت لابد وهو مدان جنائيا هو صحيح هيقدم على قرارات أولا هيعفو عن نفسه في كل الأحكام اللي صدرت ثانيا سيعفو عن عنصاره المتهمين القضايا المتاصلة بيوم 6 يناير 2021 يعني سيجري ذلك طبيعي طبيعي وفي نفس الوقت لا إيه الكوابح اللي حالك قلتها اللي هاي الفرامل يعني الفرامل الأول إن المؤسسة يعني فيه في النهاية هل صحيح أن أمريكا دولة عميقة؟ أمريكا دولة كل كيان راسخ فيه ما يسمى الدولة العميقة الدولة العميقة في أمريكا مش مجهولة الدولة العميقة هي المجمع الصناعي العسكري التكنولوجي هذا هو الذي وشركات البترول وإلى آخره هذا هو الذي يصوغ المصالح الأمريكية والأولويات الأمريكية طبعا لكن الرئيس الأمريكي مش مجرد إشارة مرور لا هو يلعب دورا أحيانا يضع لمسة على سياساته خاصة في عالم متحول بينتقل مش وضع مستقر إحنا كنا فترة طويلة جدا كان فيه نوع من استقرار فيه على قمة النظام الدولي إحنا الآن في وضع انتقالي من التحكم الأمريكي الكامل إلى وضع تعدد الأخطاء في هذا الوضع المتحول اللمسات الرئيسية قد تتحول إلى سياسات تجور حتى على نصيب المؤسسة الستبلشمنت في صناعة السياسات مفهوم مفهوم طيب ترامب وعد بوعود كتير أثناء حدثة الانتخابية طبعا ما يخصناش دلوقتي الوعود اللي ليه علاقة بالداخل الأمريكي فيما يتعلق بالضرائب والاقتصاد وأمور رعاية صحية وما ذاك يخصنا الملفات الدولية وطبعا الشرق الأوسط ترامب أن اللحظة اللي أنا هخش فيها البيت الأبيض ستتوقف الحروب سواء الحرب الروسية على أوكرانيا أو الحرب الإسرائيلية على غزة ولبدان هل تعتقد أنه كان جدا في إطلاق هذه الوعود؟ يعني ناخد بالنا أولا أن ترامب الفترة طويلة من حياته فوق أنه هو رجل أعمال هو كان من نجوم تلفزيون الواقعي فهو أحيانا استخدم هذه الحاسة في وصف الأوضاع الدولية لكن بالنسبة للأوضاع الدولية هي تتحرك على أساس رواسخ حتى لو يعني مثلا ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مختلف جدا ما بيننا في المنطقة وما بين الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الوقاع الصلبة في الوقاع الصلبة أن روسيا هي روسيا هي أكبر قوة نوئية في العالم وأن روسيا هي روسيا تتمتع بقدر هائل من الموارد الطبيعية وأن روسيا هي روسيا تتمتع بتحالف يتعمق ويزيد متانة مع الصين التي تتقدم إلى عرش العالم في الاقتصاد والتكنولوجيا هذه الحقائق الأصلية تجعل ما سيقدم عليه ترامب ببساطة حرب أوكرانيا منطقيا لأنه ببساطة لا يستطيع عكس عقارب الساعة عقارب الساعة بتقول إيه في حرب أوكرانيا بتقول أن روسيا تتقدم وأنه نحو 20 ألف عقوبة وقعت على الاقتصاد الروسي لم تثمر شيئا بل أثمرت عكسا بمعنى أن الاقتصاد الروسي عاد إلى معدلات نمو لم يشهد حتى قبل حرب أوكرانيا بس كان فيه وقت ترامب مكان رئيس كان فيه ما يشبه رغم العداوة التاريخية الأمريكية السوفيتية الروسية بس كان فيه ما يشبه حالة إعجاب أو تقدير مليل بوتين وترامب لا يزال موجودا بمعنى أنه ترامب يعني عبر عن ذلك صراحة ونراحش شيئا خلال الحملة الانتخابية الرئيس الروسي بوتين قال حين كان بايدن مرشحا أمام ترامب وحين كانت هاريس مرشحة أمام ترامب أنه يؤيد بايدن وليس ترامب صح وأنه معجب بالضحكة المعدية لهاريس وطبعا نلحظ أنه بالمقابل أنه ترامب للسانه زالي في إنجاز التعبير لم يعقب بحرف صح عن انتباعات بوتين وظل على إعجابه به ربما تكون هناك ألغاز ما في هذا الموضوع قد تعود إلى الفترة التي حاول أن ننظم فيها مسابقات ملكات جمال في موسكو قبل أن يكون رئيسا وعلى غض أخرى لكن في النهاية بوتين تصرف بثقة وكان في حقيقة أمره لا يريد لابايدن ولا يريد هاريس بس هو بيلعب شطرانب وبالتالي لما جاء ترامب حتى أول رد فعلي من بوتين قال أن كلام ترامب عن إنهاء الأزمة الأوكرانية وتسليم بحقائق الواقع العسكرية يستحق الاهتمام ده أكتر تعبير قاله يعني نظام أفلح إن صدق يعني يعني ما هوش مستعجل ولا هو ملهوف على نجد ترامب فهو واثق بيطرانب في التصرف اتنين من الواضح بحسب تقارير كثيرة أن هناك مفاوضات تجري بالفعل في الخفاء هل هذه المفاوضات ستكون مقصورة على التسليم حسب ما هو مشهور الآن في كل المناقشات التي تجري وكل الصحف العالمية وغير العالمية حول الوضع الأوكراني أن التسوية التي يطمح إليها ترامب أيمى على التسليم بالحقائق وبمعنى أن الجزء من أوكرانيا شرق نهر الدينيبرو يضم إلى روسيا وبعد كده نبقى نتصرف مع أوكرانيا صحيح أن التحالف ضد روسيا واسع جداً 54 دولة اسمه تحالف رامشتاين بس في النهاية ما تقدمه أمريكا أكبر مما يقدمه التحالف كل الآخرين صحيح صحيح إرسال F-16 إلى أوكرانيا سوف يقلب الموازين راحة الـ F-16 ما أقلبتش حاجة ما أقلبتش حاجة ليه؟ لسبب بسيط جداً أن الروس ودي الخبرة التاريخية عندهم يعني أنا قلت مرة من الروس في حروبهم الوجودية الكبرى يهزمون فيهزمون ثم ينتصرون صح ليه استعاب الدروس والتكيف السريع مع الوقائع المتغيرة هذا جرى في حملة نابليون عن روسيا وجرى في حملة هتلر ويجري الآن هو نفسه ترامب استخدم هذا التعبير الرائج لأنه ببصر وقال لا يمكن هزيمة روسيا واسلم بذلك كويس فأنت في النهاية أنا أتصور من الآن وقد لا يحدث ذلك يعني في الـ 24 ساعة كما يزعم ترامب لكن هيحصل أكيد في الشهور الأولى من تسلمه لمنصبه الرئاسي أنه الأمر لن يقتصر فقط على التسليم بما تريد روسيا في أوكرانيا أو بأغلب ما تريد روسيا في أوكرانيا ركام العقوبات التي وقعت على اقتصاد الروسي سوف تنفك تدريجي